هو هو بيكسفها قدام أهلها أهله ويعودوا تريع عليها ويعمل عليها أعدات وده ده صفات بتبقى موجودة أحيانا في كتير من المتزوجين مشارطة بس النرجسيين هي حتة أن يعمل زوجته هي فكهة الأعداء اللي بيتراقوا عليها يطلعها على المسرح بالبلغ يطلعها على المسرح علشان هو كده يبقى عود يضحكم عليها بصوا ده عملت البارح كذا كده ده أنا مش عارف ده إيه بقى يعني مش هنقول عليها أن هي صفات نرجسية أكتر من إحنا بيقدر نقول عليها أن هي صفات يعني بيقلل من الشحصل قدامه عدم احترام وعدم احترام وعدم تقدير وبيعتقد أنه هو لما بيعمل كده هو علم النفس ولأ أنت معلتش من نفسك يعني دايما يقولك حتى المسألة يقول لي مرات ويعورة يلعبوا بيها الكورة ودي إهانا ليك أنت في المخام الأول يعني إن ده كنت زوجتك فإحنا من التريع عليها ثم تيجي عند واحد تاني أخوه مثلا قاعد في القاعدة ما يقدرش يفتح بوقه على زوجة أخوه إنما زوجتك أنت علشان ممكن يكون أخوه فعلا زوجته هو عمل لها تقدير واحترام إنما أنت مش عامل لزوجتك التقدير والاحترام وبعدين الهزار بيبقى في أضيق الحدود يعني ممكن نقول مثلا حد غلطه بيطبخ طبخة حد غلط مش عارف إيه ممكن نهزر في دي لكن نهزر في كل حاجة أو إن أنا أنتقدها في كل حاجة ده ما يصحش طبعا الحدود بتقوليه ده ممتاز جدا هي حتة إن أنا مش كل حاجة ومش كل وقت ممكن نقول وقت وبعدين هي الهزار بتاعي والسخرية والدحك ده يتوقف على مدى قبول الشخص الآخر ليه هو الشخص الآخر مش متقبل هو أنا لما يجي هزر مع حدود حدود مش قبل الهزار بتاعي إيه الهزار في جنة؟ ده مش يبدأ تنمر وقلة إيمة وقلة أدب طبعا وثماجة وغساء وغلاسة وحاجات كتير إنها محرك متقبلة أو بتكلمي وبعدين هل لكي مطلق الحرية؟ إن أنا لو قلت لحضراتك كده هتقدر تبدليني بنفس الكلام فإن بقى إحنا اللي اتنين عادي بنقدر نتكلم بعض كده؟ لا ده إنت لو كلمتيني كلمة من دول هقل بالدنيا إزاي تقوليلي كده؟ يبقى إذن إحنا هنا في موقف مش متساوى يعني لازم وأنا بهزر حتى لو في علاقة ما حد أو متجوزين أو أو إنه لو قدامي يكون متقبل وبنهزر على بعض بنقفي على بعض ده عمل كذا تمت كمان عملت كذا ونهزر إحنا الاتنين طبعا لكن إن أنا كون بهزر ولو قدامي متضرر دي معناها سماية الشخصية النرجسية طبعا ومعناها إن أنا أساسا شخصية يعني إيه قابل أو إن أنا هزر على الآخرين وهو ما يقبلش يبقى زي ما حالك قلت هو أنا بتنمر على الشخصية الأخرى إنما غير قابل لإن أحد يكلمني كلمة ولو بسيطة فبالتالي هنا ما فيش تكافؤ في العلاقة بينهم بين بعض في حين إن العلاقة الزوجية أو علاقات الصداقة حتى المفترض إن فيها تكافؤ إحنا الاتنين زي بعض ليه تفصل لنفسك حقوق مش فرضها لي أو عليا أنا أمور وإنت ما تبقاش عليك نفسه طب وهي مخطبال وردواء ما خدتش بالها أنه عصبي فأكيد ممكن يبقى فيه السمات دي بعد كده هي قالت إن هي خدت بالها شوية بس مش قوي دي حاجة بعد ما خدت بالها عملت إيه؟ ما كملت في الخطوبة وكملت في الجواز أه وخلفت كملت واتجوزت إحنا عندنا هنا مشكلة أول حاجة قد يكون كمان كان بيتجمل يعني مش مدي مطلق الحرية لنفسه كان بيدي برضو إيه حتة كده بتفلت منه وبيرجع يتجمل تاني فبرضو مش عايزين نقول إن اللوم عليها قوي هو أنا أقدر إن أنا لو هشوف حضرتك ساعة كل أسبوع أقدر إن أنا أعمل شخصية كده أو ساعتين حضرتك مش تقدر يتعرفيها إنما لو إما نتكشف على بعض نبقا عاديين مع بعض ليل نهار من الصبح الغد بالليل هي أنا الشخصية الأساسية بتبقى إزاي بقى والوحدة مخطوبة تقدر تعرف إن اللي قدامها ده بيتجمل وإن ديه مش شخصيته الحقيقة لازم يكون فيه تواصل كتير ولازم يكون فيه كلام بينهم وبعض كتير ونمرأتنين أنا بطالب المخطوبين عادة إن هم يحطوا بعض في مواقف اختبارية بس نعود نختبر بعض يا دكتور أنا أشوف حريك هتتضايق ولا لا أشوف حريك لما تتضايق هتعمل إيه أقصى حاجة ممكن تعمليها إيه فيش مشكلة ما أنا داخل في إحنا دلوقتي داخلين في حالات طلاق عدد كبير جدا من ضمنهم السنة الأولى اللي هي بيعقى فيها 50% من حالات الطلاق ليه بيع في السنة الأولى دي بيتطلقوا كتير؟ علشان يبتدوا يخشوا مع بعض أول حاجة أصبح فيه مسؤوليات أصبح فيه إن إحنا شفنا بعض على الحقيقة دايما عندي جادب مختفي أنا بخضره بـ 50% من الجوانب الشخصية مختفي حتى يتقفل علينا الباب وانسة نتقفل عليها الباب الجوانب الشخصية دي بتظهر أو استفادة السمات الشخصية فلما ظهرت ملقتش الشخصية اللي أنا كنت متوقعة فبتردت هنا يحصل الخلافات لا لا ده أنا مكنتش فاكرة أن انت كده بس ده بيقولك أول خمس سنين مش أول سنة أول سنة هي أول خمس سنين ده الدرسات الأجنبية هي اللي ألتها لنا يقولك السنة هم عمل درسات عليهم هم عشان هم بيعاشين مع بعض لو بتسمح لهم الكولتش بتاعتهم أو السفاق بتاعت ممكن يكون كده بس هم الدرسات بتاعتهم بتقول عندهم كده إحنا عندنا درساتنا أو الإحصائيات بتاعتنا بتقول إن المشاكل الأكبر في السنة الأولى ثم بعد كده في مشاكل أوه في جميع السنوات ولكن السنة الأولى هي اللي محتلة نصيب الأسد في المشكلات أو في عادة حالات الطلاق يعني لما بتعدي السنة الأولى خلاص بيبقى بيبقى نوعا ما فاتت شوية بس أنا مش عايز أقول الناس كده لأنه هم لما عملوا برة حكاية السنة الخمسة والسنة السبعة ابتدوا يترقبوا نفسهم فده عملوا مشكلات يعني يقولي ده أنا عدت علي السنة الخمسة وما حصلش حاجة فيحصل بعد كده إنه هو ركز إنه هو يعدي المرحلة دي وبعد كده لا هي السنة الأولى بتبقى صدمة طبعا إنه فجأة بتلاقي نفسك عايش محدد تباش عارف طبعه وإيه بتخسر مثلا هدومها بطريقة معينة هو بيصحب ليه روتين معين لا بتبقى صدمة ويقولك ما تكلمنيش أول ساعة لمصحة ما تشوفش الكلام ده بعد أنت كنت صحيم النوم يقوم في ثانية دلوقتي مسلا تلاقي ملاب يضرب ساعة على ربع طبعا وبعدين أنا رايح لحضرتك قابل آسف خطبتي رايح بالبادلة والشيكو شافت فجأة بيجاما ولون ولون وتلاقي الشعر ما نكوش من ده تلاقيها مسلا بتحطش ميكوب زي ما كان بتحط أو عادي إنه تطبخ وتقعد بالهدوم اللي هيك بتطبخ بيها الحاجات دي ما كانش هشوفها تستقبله بأفضل سياب وبأفضل صورة طب الحاجات دي بنتقبلها إزاي بنتقبلها لو إحنا الاتنين شايفين إن ده طبيعي أنا بعمل كده وإنتي بتحديدك بتعملي كده فإحنا شايفين إن دوت الشيء الطبيعي بالنسبة لنا أو يكون بنقعد مع بعض بصورة جيدة بصورة يعني مبهجة لبعض مش كل حد لابس أي كلام ما فيه أزواج بيعودوا في البيت بمنتهى الشياء كسا بس مفوط نحن نتكلم في الحاجات دي يعني رضو لو كانت تكلمت في الحاجات دي طب ما تزعليش قدام حد أنا ما بحبش طريقتك في الهزوار مفوط نحن نتكلم بصراحة ده بعد الجواز ولا وهي في الخطوبة لا بعد الجواز الخطوبة خلاص بقى هي يعني عدى الوقت اللي حنا بنتكلم فيه نهار دي أكيد المفروض إن نحن نتكلم على وعدة بصراحة أول مرة تبقى في قاعدة حلوة وقاعدة رومانسية وقاعدة جميلة تاني مرة ممكن تبقى نفسي قاعدة ثلاث مرة هاخد النبرة الحازمة رابع مرة هلجأ لأهلي بطريقة قوية لأننا مش عايزة أقول إننا كل حاجة روح أتطلق يعني أقول على الحاجة أربع مرات خمسة هلف وارجع لك تاني عشان مش عارف أكبر لا هي شكل يعني أنا بندي فرصة للطرف الآخر لأن احنا لازم نؤمن يا أستاذ سالي إننا مش هقدر أدوس على زرار أغار الشخصيات مش أعمل كده حاضر بس أنا قصدي لازم الطلب يطلب أربع مرات لا مش لازم بس أنا بقول لو هو ما استجابش ممكن مرة تانية قاعد شهر ولا إزبوئين عمل نفس الموقف ونتكلم في أي حاجة لو حاجة عن مظهر لو حاجة على فلوس البيت لو حاجة على العلاقة الزوجية لو حاجة على تصرفات شخصية أقول كل حاجة أقول كل حاجة لأن أنا بلاقي إن هم بيروحوا يقولوا للشخص اللي مالوش دعوا بالموضوع تروح تحكي لصحبتها ولا لأختها اللي هي مش هتعمل لها حاجة أول والدتها وما تحكيش للشخص النفس اللي هو زوجها وهو كمان بيعمل نفس الكلام يروح يحكي لأهل وما يحكيش لزوجه هل أحيانا ممكن بيبقى الحل إنه أنا أتجنب وأو أعمل حاجة تدايقه زي ما هو بيعمل قبل ما روح ألجأ لأهلي لا ده مش حل لأن ده ها يوصلني المشكلة بعد إن حال إن أنا أود ما هو كمان بيدايقني الله ما هو الحل ونسيبه لا أنا مش هسيبه ما أنا هاخد معاه موقف اتيجاه المشكلة أخد نبرة حزمة فيها زي قول عادي لا حزمة يعني أنا هاخد معاه موقف الوضع اللي أنت بتعمله ده أنا مش قبله وبتري يعني يبقى فيه طريقة أخرى تفتكي الشخص يتردوا عندها الحتة دي ممكن تاخد نبرة حزمة لو ما عندهاش الحتة دي هو هو هيستغلها أكتر فإحنا لازم نوريره إن فيه وش تاني لازم توريره إن فيه لأ أنا عندي وجه تاني ما هي ما وردوش فهو ممكن يتاريق أو يقل منها يعني نوع يقلل منها يقول لها همين بقى اللي علمت كلمتين دول يا أختي ساهمتك مش عارف مين ولا ما كلم قوي إياك ولا مش عارف خالتك اللي كنت عادة معها مبارح ولا عميتك اللي أنت ماشي وراه فأكيد هييمارس عليك كل الضغوطات دي وهي ما ترضخش لأي ضغوط وتتكلم معا إن دوت رأيي وإنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا هي معنى موضوع الحتة الحزم إن أنا بأخد موقف قوي معايا مش رايح ورايحين للدكتور ودكتور الحمل يعني يعني يا أخي ده لأنا عندي مثلا نقدر الله شهد اللي بطلب منك حاجة لا ده أنا حامل في ابنك ورايحين في الطريق وأنا نسيت الرجل إيه يعني يا منسيت يعود يأطم فيها الطريق كله بالنسبة لأ هذه الشخصية ما فيش حاجة اسمها إن أنت تغلط وإنما أنا أغلط عادي إنما أنت تغلطي ده ما عنديش حاجة اسمها الخطأ ما هي دي الشخصية بس خلي بالك للأكتور يعني أنا عشان ما بعفش أخذ القرار أخلي اللي قدامي أخذ القرار ولما أخذ القرار غلط أعود أأطم فيه يعني تخش لجامعة إيه إلا تخش لجامعة كذا يسقط تعال طب ما أنت بتعمل إيه للأسف هي شخصية فيديش شخصيات زي ما احنا قلنا ما نحن نقول إيه شخصيات الشخصيات سامة شخصيات التعامل معها صعب شخصيات التعامل معها غير صحي فبالتالي هو ده هي دي من بعض السمات بتاعيتها بشق عليهم أنهم بيقولوا يعني خايفين ياخدوا حاجة توصل للانفصال توصل أصلاً للنهاردة الطلاق أصبح كتير وسهل ما بقاش زي الأول